انطلقت اليوم أولى جلسات لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني وذلك بمشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع ويناقش المحور المجتمعي على مدار جلستين قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعية وأكد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني أحمد زايد خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني أن الحوار الوطني يمثل خارطة طريق لبناء الجمهورية الجديدة مضيفا أن ثقافة هي العمود الفقارية للمجتمع وفي الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قالت مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي نسرين البغدادي أن العلاقة بين الأسرة والمجتمع علاقة تكاملية ولها أهمية كبيرة في بناء المجتمعات